اشتركوا في القناة خروا حلال يمكن الدارجة الحين اللي قال ناس تتكلم عليه في منطقتنا العربية والخليجية طرح شركة رامكو السعودية اللي بعض اسمها للاكتتاب الحم البعض يشوفها يعني شنو اهمية يعني الاهمية العالمية اليوم الكل يتابع موعد طرح اكتتاب شركة رامكو شنو اهميتها الاقتصادية بالنسبة للسعودية وعالمنا العربي لا شك ان ارامكو عملاق صناعة النفطية في المنطقة وفي العالم ويحد الشركات الكبرى ولا شك ان طرح للاكتتاب لأسهم شركة تقيم اصولها بما يقارب 2 ترليون دولار تقريبا يعني شيء مهم وشيء جاد خصوصا لتحقيق طموحات رؤية السعودية التنموية في تحويل هذا العملاق الصناعي الى شركة طاقة متنوعة وبالتالي حتى تتحول الى شركة طاقة عالمية تجذب رؤوس الاموال الاجنبية والمستثمرين الاجانب تأتي اهمية طرح مثل هذه يعني الاهمية في الموضوع يقول لك شركة ربحانة يعني در مليارات طبعا المملكة يقول لك ليش اسهم هي القصد منها يعني ان الشركات الخارجية تستثمر داخل اراضي لا هي نظرة طموحة ونظرة تواكب العصر ونظرة تشمل فكر تغييرية تناسب مع المتحولات والتغيرات الاقتصادية في العالم عندما تتحول الى شركة للطاقة معنات انت دخلت في كل انواع الطاقة كل انواع الطاقة المو بس جديد القضية المهمة في هذا الموضوع انك تدخل في البحث والتطوير وتطور هذا الجانب المغفل في دول اخرى انك انت تشوف بدائل للنفط حتى تسند اقتصادك وتخلق مداخيل اخرى لدخل الدولة وبالتالي تصنع او تخلق ايضا فرص عمل كبرى وهذا يتطلب اساسيات منها الشفافية ومنها الحوكم الرشيدة في ادارة هذا العملاق الضخم ومنها القدر على استعاب التغيرات وهذا التحول فالعملية مو بسيطة لكنها خطة طبوحة الآن بدأت الخطوات الفعلية في تحقيقها عن طريق طرح هذا الاقتصاد يعني مو قضية تحويلها لا اسم لا الموضوع اكبر من موضوع اسم لا لا الموضوع اكبر بكثير يعني اذا كانت العملية يعني مو شيء من الرفاهية او يعني القضية والله كماليات لا لا القضية نظرة مستقبلية ويسرد منها مواطنين خليجيين طبعا طبعا لأن الاكتتاب مفتوح الاكتتاب مفتوح حق المستثمرين الخليجيين حق المواطن السعودي حق المستثمرين الأجانب يعني هذه خطوة جبارة يعني ممكن شركات كبرى تشترم الأسومة وتستثمر داخل أرامكو طبعا طبعا وهذا الهدف الرئيسي هذا الهدف الرئيسي الجذب الأموال طبعا هي أحد الأهداف الهدف الرئيسي الاستراتيجي هو التحول إلى عملاق في الطاقة ما سيقول لك السعودية ما محتاجة أموال على اساس أن تيم الأخارج تستثمر في أرامكو في مثل شركة يعني تصدر الملايين من البراميل للنقل يعني القضية ما هي قضية حاجة أو عدم حاجة هي قضية تحول بما يتناسب مع الأصر ونظر استراتيجية بعيدة المدى للثلاثين سنة أو أكثر قادمة العالم يتغير الاعتماد على النفط الآن يعني الطاقة النظيفة وما الطاقة النظيفة جعل في اسمعين والتلوث وإلى آخره فالقضية قضية بعد نظر واستراتيجية بعيدة المدى في تحويل هذا العملاق إلى عملاق أكثر نجاحاً وانت قاعد تكلم قاعد تقول قال ممكن يعني تأميم الخطاع البترولي بالكويت الخطأ في السبعينات بيكون صراحة لا لا في حالة القويت لا المشكلة لم تكن كذلك المشكلة بعد تقييم عندما جاءت الإدارة الكويتية وبعد منذ ذلك الحين ومشينا هنا على الحيكة الإنجليزي والإدارة القوية في إدارة الأمور ومن جاء بعد هؤلاء الإنجليز في الإدارة الكويتية ناس متمرسين على أيديهم المشكلة عندما تتدخل السياسة في العمل الفني هنيك الخراب وهنيك التراجع وهنيك تي المشاكل لما أنت الآن وإحنا نسمع الكثير عن المشاكل والقضايا في القطاع النفطي هذا اللي عرق القطاع النفطي في تعيين من لا يستحق أو الكفاءات أو عدم الكفاءات أو الناس التي ربما المناصب والمسؤولية أكبر منها فتترد الإدارة والدش المحسوبية والشلالية يعني الغلط مو في التامين لا الغلط مو في التامين زين هل ممكن نشوف مثل شركة أرامكو في الكويت الاستثمار في القطاع النفطي؟ طبعاً وما الذي يمنع؟ شلي يمنع؟ نقشي حقول الشمال مثلاً نقول إحنا نحول شركة عالمية يا سيدي أنت طرحت مثل هذا المشروع منذ منتصف التسعينات تطوير حقول الشمال المصفات الرابعة وغيرها من المشاريع الاقتصادية في كتاعات الخارج شارك فيها شركات عالمية؟ يعني لي الحين يعني زين وافق وفايد على المصفات الرابعة اليوم نحن نستفيد من شركات كبرى تستفيد نستفيد منها نستفيد أمنياً اقتصادياً نوظف عيالنا نستفيد من الخبرات التطور اللي قاعد نصير بالعالم بدال ما احنا قاعدين نتعاقد مع شركات أهم يستثمرون معنا هذه فكرة مشروع تطوير حقول الشمال أنك تأتي بالشركات الأجنبية لتطور عملية استخراج النفط من المنابة الرزوار وتطور الحقول ايه لأنه انت ما عندك التكنولوجيا التكنولوجيا اللي يعني تطور عبار النفط لها عمر فانت عندك الضغط طبيعي يطلع فلما يتقدم الحقل ايه تحتاج التكنولوجيا حتى تساعد أو تساهم في دفع النفط هذه التكنولوجيا ما هي متوفرة فيا فكرة مشروع حقول الشمال للاستفادة من التكنولوجيا الغربية ونجر عليك الملايين والاستثمارات ومو بس جديد انت مصالحك التراتيجية العليا بن معاه مع هذه الدول الكبرى في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي فرنسا اللي تملك هذه التكنولوجيا لكن الحقد والحسد الحقد والحسد ايه طبعا احنا منتشر عندنا الحقد والحسد ايو ايو كثير لالعظم لالعظم ايه ايه ليش ليش ما نكون مثل الدول الطموحة اليوم الساد قيس الكل يبحث عن التطور الاقتصادي حرب تشوفوا امريكا حرب امريكا والصين مع اوروبا مع عروز هي حرب اقتصادية صحيح ليش احنا منحارب تطوير اقتصادنا شلي يمنع ليش معتمدين بيع النفط 97 دخل 96 دخل ليش اليوم في دولتها بتوصلها الى زيرو عندها هدف في سنة معينة الاستفادة من اموال النفط زيرو الا احنا من الكويت ما زلنا اعتمد على دخل النفط بكل امان بكل امانة لان عندما تصل فئة او كتل اقتصادية وتجارية محتكر الاقتصاد تصبح هي صاحبة النفوذ وهي صاحبة التأثير الاكبر في القرار الحكومي معناته ان هناك صراع سيحدث لان تصند هذه المشاريع الى هذه الفئة وهذه الفئة وهذه المجموعة وهذه المجموعة واذا رست هناك ما راح هدلاك لازم تعويضهم بشي ثاني فتريد كل مجموعة ان تعين اطباعها واظنابها فيتردى الحال الى اسوأ اداريا وثنيا يعني من كل الجوانب المشكلة ان هذا ادى ادى الى يعني انحدار في المنظومة القيمة ما قاعدين نفكر في مصلحة بلد لا مصلحة اشخاص الحين المشكلة مصلحة اشخاص او مصلحة كتل ومجموعة تجارية احزاب سياسية اي اي او احزاب اي المشكلة ان كل من يصور مصلحته بان هي المصلحة الوطنية بكل امانة قبل ما اروح المحور اللي بعده لاليوم مجلس الامة يعني الحكومة فكرت ان تطرح تطرح شركة كبرى لحقول الشمال والقدمة المجلس الامة يمشي ما راح يمشي ما راح يمشي لا واظط طبع لان ما مشت تم طرحه ما مشت حاليا ممكن يمشي لو الحكومة تبع ترى اذا اشتهوا لو الحكومة تبع تمررها راح تمررها اي اذا اشتهوا سووها عندنا عيز لا ما عندنا عيز دفتري لا أخي قاس يعني أنت الحكومة تقول شيء وتتقول شيء ثاني تقول لك إحنا رح نسحل شوف كل أمان يعني أنت جنك تقول حق الحكومة يعني شوف أنا أحاول أجرد نفسي من يعني المشاعر والعواطف الخطاب الحكومي يحمل تناقضات للمتلقي اللي هو الرأي العام الناس أنا وانت وغيرنا تأتي في نتائج ربع سنوية أو سنوية أو كذا وتقول إحنا فوائضنا المالية ارتفعت نتيجة بيع النفط وأسعار النفط كذا وإلى آخر وبعدين تيه وتقول لي في ميزانية أكو عجز طيب وهلي يماته هذه الصار فيه يعني وضحوننا أكثر حتى نستطيع أن نقتنع بكثير كلامكم السؤال الذي يطرح نفسه طيب أنت شلون عندك يصير هذا العجز وعندك احتياطيات قاعدة تنمو فالقضية يبيلها يعني خطاب أفضل ومقنع بشكل أكبر لرأي العام الحكومة قاعد تسحب من الاحتياط العام خل تسحب وهو الاحتياط العام ماذا حقا حاطينا مو علشان تسحب منه سيقول لك بعد عشر سنوات ما عندي احتياط عام ما عندي أموال لصندوق الأجيال رح يختفي من اللي قال الاقتصاديين اللي عند الحكومة تقارير شركات بدون ذكرها اقتصادية كل واحد احنا عندنا شوف احنا نؤمنين بحرية التعبير فخالي يقولون اللي يقولونه بس هذا الكلام غير صحيح تقاعد تنكر كل اللي قاعد تنفي كل اللي قاعد تقوله انا لا اتفق في انا ما عندي عجز انا ما عندي عجز انا عندي سوء ادارة لمعاردنا المالية واستقدامها انت العجز اللي عندك شنه عبارة عن شنه عبارة عن انفاقك وحجم الانفاق اللي تحطه مع مدخول النفط وش عندك انت في السنة هذي او سنة هذي او سنة هذي من ال فطبعا يطلع عندك العجز لكن لما فاضيك المالية تنمو فمعنات ان هذا العجز عجز مرحلي يعني انت حطه بس حلشان الميزانية تقول والله انا عجزي الدخل مالي بلغ كذا وحجم الانفاق بلغ كذا انزيل السؤال اللي يطرح نفسه لو انا عندي عجز حقيقي شلون يطلع المسؤولين في الامان العامل للتقطيط او في المالية او غيره وغيره 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 ويقولون تم صرف 29 مليار في الخطتين الماليتين السابقتين وباجي مليارين حاطينهم على جنب علشان الانزيل وين المنطق فلما انا اشوف هذه التناقضات معناتها ان هناك رسالة معينة هكذا انا افسرها تريد ان توصلها الحكومة يا جماعة ترى الوضوع الاقتصادية ها وشدوا بينما المشاريع المليارية ما شاء الله ماشي ايه يعني تقول مثلا المشاريع الكبرى بالكويت ايه من وين اعطت الفلوس هل كلها يعني معقولة انها تمسحك الاحتياطي العام للدار هكومة راح تقترضها حين يسد العجز انزيل لما تقترض وانت عندك فوائض افضل ما تقترض وانت ما عندك فوائض السؤال القضية ما هي جديد القضية ابعد من ذلك القضية رسائل متناقضة ادارة سيئة للمال العام وهناك هدر كبير القضية انه والله تعالوا اساليب الانفاق واساليب ووضع هذه النهج المتبع في هذا الموضوع كلها لازم يتغير انما اصولي قاعدة تنمو مشاريعي قاعدة تكبر وفي سنة عن سنة انزيل هل يعقل دولة تعاني من عجز تضع انت ميزانية تاريخية في حياتك وفي عمرك ما سمعت عنها يعني ما اكون منطقي صغير يعني ما خلق يعني بمعنى اخر قلوا حق غيرنا مو حق ناعنا اوه كلمة كبيرة شون حق غيرنا يعني يعني حق اللي بيعرف اقصد مو حق ناعر يعني كاقتصادي قيس الشطي المحلل الاقتصاد يسميك الاقتصادي السياسي بتعلن من خلال البرنامج ان احنا بالكويت وضعنا المال متين اقتصادنا قوي لكن الاستمرار بهذه العقلية في القرن الواحد والعشرين لا يجب أنها تستمر لأننا حتى قدرتنا على المنافسة أنا عندما أنظرها هذه ما أقس بس بفوائض مالية أشوف الكويت وأشوف قدرتها على التنافس في محيطها الإقليمي على قدرتها في الوصول إلى أسواق أخرى في قدرتها على خلق صناعات جديدة مثل التكنولوجيا وغيرها 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 والتوجهات في صنع اقتصاد مستدام قابل للنمو هذه القضايا اللي أنا أتهمني بما ينعكس على المواطن وخلق فرص عمل جديدة له وأيضا بما ينعكس على خلق مشاريع جديدة وفرص جديدة وتخليك أنت اقتصاد مبتكر متطور القضية فقط لا يجب أنها تقاص بنيت شارع هنا بنيت مستشفى هنا بنيت كذلك هذه القضية وكيف قيسها مثل جسر جابر خوش مشروع إيه بس إحنا لا ننظر إلى الموضوع من الناحية التجارية بمعنى يعني إحنا بنينا هذا الجسر أحد فسر للناس إن شلون الاقتصاد الوطني راح يستفيد منه ما حد يدري لو سألك تقول ما أدري لكن لما أنت تتفكر أن هناك بناء ضخم قاعد يوبنا اللي هو ميناء مبارك مبارك عشان تنتشر إلى كل الشركات بالكويت حتى تعمل وتبيع وخلال هذا الجسر بعملية سريعة وبعملية ما كانت متعبة ومرهقة لهم كما في السابق إحنا تبدأ تفهم إنه وهذا يتطلب شنو؟ تطوير البناء الأخرى على سبيل البناء التحتية وبناء الاتصالات وهو إلى أخير لأنها مو بس قضية بناء الجسر أنت الحين سمحت للشركات أنها تعمل بشكل أيسر وأفضل حتى تطلع مداخيل أفضل فهذا يحتاج أيضا تطوير البناء الاقتصادية والتجارية بشكل أفضل ممتاز بروح للمحور الآخر يمكن يتلنا صدمة الحكومة طرحت على الشعب الاكتتاب في شركات البورصة والزور وغيرها إلا طلع لنا التيار الديني يقول حرام وبنفس الوقت وزارة الأوقاف اللي هي من الحكومة يقولون حرام الشعب هنا وهي الوقف يقولون حرام وهناك قاعد العالم تكتتب طرف آخر يكتتب مملاحظة التناقض الحكومة تطرح مشروع وبعدين يقولون حرام شو القصة هذا اقتصاد عالمي ولا احنا ما نفهم شنه اللغز حرام وحلال في موضوع الاكتتاب في هذه الشركات شوف من وراء الموضوع من وراء الموضوع طبعا يعني انت لحظة رح انت قطيت كلمة كبيرة مش عقة كبيرة احنا قاعدين تكلمة من وراء الموضوع شوف من وراء الموضوع السؤال التالي حكومة ضد حكومة انت من موته في طرح اكتتابات سابقة طعت فتوى من هذا النوع هذا شفرك شي في فائدة للشعب الكويتي واكتتاب لا لو حرام فيها ربة وفي طريقة معرفش ايش ودخلون وشفرك عن الباجين اذا هذي في ربة وين الباجين شو وين هو وين هو يعني ما ادري يا اخي قضية الربة هذي تستقل حسب الاهواء وحسب الامزجة حسب ربة حرام شون استخدام طريقة الربة تقول ما ادري يعني هذا مشايخ ليقولوا حرام ما يقول لا حرام الخبراء بالاكتتاب وهما بالاقتصاد يعني ما ادري يا سيدي ايش الموضوع الموضوع عندما تضع يعني هو فعلا امر يدعو الى الاستغراب ثانيا هذه الفتوى فتوى يعني غير ملزمة للحكومة يعني انا اعتقد غير ملزمة ايه غير ملزمة للحكومة لكن واعتقد ان الاكتتابات ستتم بس القضية ابو احمد ان الا يدعو ذلك الى الاستغراب ان في داخل الجسم الحكومي متناقضات رؤية موية من ضمنها طرح اكتتاب لافادة الناس ثم يأتيك جهاز في الحكومة يقول ان هذا حرام ويستقل كل المبررات علشان تيقنزين وين رأي الفتوى التشريع ايش معنى وزارة العدل اللي هي اللي طلعت واللي هي مو شغلها اصلاً وزارة الوقاف او وزارة الوقاف اللي هي مو شغلها اصلاً فالله يعني هذه اشياء غريبة اللي قاعدة تصير بعض قال ان هناك يمكن صراعة واستفادة ما يبوي الناس تكتتب لأهداف ناس تكتتب ثانية ممكن ممكن هو ايضاً بس يقول لك عائد هالمادي مو كبير من الفترة اللي هي من اللي يقول بناء على شنو يعني يقول لك دنزلت بالبورصة واكتتابها يعني قد لا تكون هناك عائد كبير عليه وزارة الكهرباء عمرها خسرت لا مش حقا هذي بتخسر وحش حقا انا اعتقد ان هناك فرصة كبيرة وانا اعتقد ان هناك فرصة جيدة للاكتتاب في هذه في الشركتين هذي والعكس انا اعتقد هذي فرصة جيدة يعني علشان احنا بعد لا نقعد نقول ان كل شيء بالكويت سيء لا هناك اشياء جيد ونعيش في نعم كثيرة الله حبانا ونعم علينا فيها لكن لكن شيء الجيد علينا نقول جيد هذي فرصة جيدة لا اعتقد ان فيها شوائب واذا فيها يا اخي عدلوها وهذه طرحوها انما الدخل لجهاز غير معني بطرح الرأي عشان يطلع لي فتواء تعرف الايام في عالم التواصل الاجتماعي لكويت كلها فساد لكويت كلها شنو كلها فساد اي يوجد فيها شرفاء في هذا البلد سؤالي طرح فكرة تخصيص معظم الشركات اللي مساهمة فيها الحكومة وما لها مردود مثل شركة المشروعات السياحية غيرها 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 اللي قريتهم اللي لست الطويلة البعض يقول تخصيصها هي سرقة لبلد انت كاقتصادي شو تشوفها؟ يعني احنا خلنا نشوفها بمنظور نناقشها منظور منظور قيس الشخص الاقتصادي ايه انا انظر الى التالي عندما يكون عندك اقتصاد محتكر حماية المنافسة فيها وتكافئ الفرص ميزان مختل هنا اتخوف من عملية الخسخصة لانها راح تذهب الى المحتكرين واذا لم تذهب مباشرة ستذهب بعد فترة من طرح الاكتتاب من طرح الاسهم لها للعامة علشان يلمونها عقب الفترة القانونية بعدم السماح لهذه عقب شهار شهرين اللي صير ثم من اللي يتملك هذه ويشتريها هذه اللي هما الناس المحتكرين وكذا فتنتفي الفائدة من هذا الموضوع لان المواطن بيستفيد كم مية دينار وتحرك الاتصال شركات ميتة ايه بس القضية انا ما استفت من استفادة حقيقية من هذا الموضوع في طر لان المواطن لا ينظر الى نظرة استراتيجية انا انا ارد السؤال الثاني مرة انا كأنك انت متى تروح مباشرة لا بس قاد اقول لك الشركات هذه تعتبر طرحك اكتتاب الشركات يقول لك هناك تعمد انها تكون فاشلة هناك تعمد انها تخسر ما انا ياه لك الحين ايه ايه روح مباشرة هل هي الفساد ممكن ممكن بس خلني اقول لك انا انا خلي اعطيك المثل عشان تكتمل ايه انت زين ثم تذهب هذه الاسهم الى فئة او شخص او فرد واصل في كما حصل وين في مشروع بيء محطات الوقود صارت منافسة له صارت منافسة بس لجد انها تضع ظوابط لها بحيث انها لا تأتي كتلة ايه تتملك الحين يعني اللي تتملكني ما تتملكني اشوي لك شركة ثانية والحين اللي يملك في الشركتين مخالف ازين مخالف اذا انا عندي القدرة المالية اشتري هنا واشتري لي شلي منه ايه لش حق تسوي الاكتتاب لشركات ناجحة هل شركة البترول الوطنية ومحطاتها مشروع فاشل لا مو مشروع فاشل اش حق تتخلص من هل تطورت المحطات عن وضع السابق الشيخ السعود لما كنت انا في مؤسسة البترول الكويتية واول ما طرح لهذا الموضوع اه قال كلمة لا تزال ترن في كل اذن كل من سمعها عندما رفض مشروع بيع محطات الوقود وقال ان هذا مشروع لبيع الكويت لانه ما لم تعدل حتى تصل الى الاهداف التنموية والاهداف السامية والاهداف اللي راح يقتل هذا الموضوع ولا يؤدي للنتيجة المطلوبة ثانيا عندما بيعت هذه المحطات قعدة تشكثر لا فرق بينها وبين محطات شركات البترول الوطنية سنوات طويلة الى ان تم اعتماد الكونسبت لديد اني افتح لي محلات مثل السوبرماركات الصغيرة واطور قضية وصار فيها مكاين طيب بس اخذت سنوات طويلة بعد البريقراطية الحكومية هو مش عقع يا الباعة يعني بالمختصر بالمختصر بس اطلع بالمختصر يعني هذه طرح الشركات يعتبر بيع بلد مثل ما يقولون يعني هو يمكن خليقنا على المواطن يعني يعني شا سوي شا صدي قول ان البيع يمكن لو عطيتها شركة انها مشاريع انها مشاريع ان تمت بالطريقة هذه وبالاسلوب هذا لا تؤدي لمنتاج المطلوبة حض ضوابط ليش لان انت اصلا الخصخصة لا يتم العمل بها الا لما يكون عندك جهاز حكومي فني مثل هذا فاشل يحقق قسائر طايح بشبدك وبعدين تقوم علشان تقول يا القطاع الخاص تعالوا ساعدوني عشان توفرون عليه طيب الاجهزة والمرافق الفنية الحكومية وغيرها وكذا التي تدر دخل على الحكومة وهو ناجحة تخصصها اعمل بفكرة اخرى بدان لا تبيعها اعمل بمنطق مثلا مثلا ما سوي دول اخرى بمنطق الشراكة حتى تقول والله انا اشارك في ادارتها حتى احسن وادالة لكن المشاريع الفاشلة اش حق تبيحها انا هذي يعني ما هي منطقية يعني بقصدك ليش نبيع المشاريع الفاشلة لا ما عندك شن المشاريع الفاشلة يعني فيه شركات لا الكهرباء فاشلة لا محبات الوفو فاشلة خلنا احنا نقول ان مثلا في مشاريع مثلا شركات تستثمر في الحكومة راس مال كبير ما في عائد لها ولا قاعد تقوم باهدافها كانت الهيئة العامة للاستثمار في شركات في قطاعات اخرى واللي سموها مشروع بيع اسهم الحكومة في هذه الشركات بيعها هذه بيعها انما في المرافق الرئيسية للدولة ما اتحرش فيها حبيبي تعال لا اوكي صالة الرئيسية نعم شفت لك رتويت لمقالة اخونا العزيز الدكتور عبدالله سهر ان شاء الله يكون ضيفنا في المستقبل نعم ان الشعب يختار يختارهم ثم يثور عليهم نعم معجب انت في مقالة هذه نعم لان في عمق في الفهم والثقافة وتشقيص الواقع والدكتور عبدالله سهر يعني الصراحة يملك عقلية جميلة في التحليل في طرح الحلول والامانة والاخلاص والنزاحة صدك ولمس يعني شيء بالصميم ما الذي ينتقب نوابنجس امه نعم من الذي اوصلهم نعم ليش اليوم نثور عليهم اختياركم بالضبط ولسنوات طويلة بعد تمام فبالتالي ثقافة المجتمع في اختيار النائب لا تتم على اسس مصلحة وطنية انما مصلحة ذاتية خصوصاً مع تفشي شراء الاصوات وهذه الظائرة وشراء الذمن لا احنا ما عاد اليوم يكفي ان نقول احنا بس نلوم الحكومة ولذلك انا في كثير من اللحيان عندما تنتقد الحكومة يجب ان تنتقد ايضاً لانه يعني مضلع او مثلث الفساد حكومة شعب مؤسسات مجتمع مدني تكتملها لانه ما يسير طبعاً من يملك الحلول هي الحكومة وتحتاج قرار والارادة السياسية العليا موجودة انما ما عندك جهاز مليء بالفساد ومليء بالاتباع والاطناب حتى يحقق هذه الاصلاحات المنشودة القبضة فس في مجلس الامة لا وين تقول انا اقول لك يعني امثلة مين اللي تم شراء الصوت ماله مقبيض صح الموظف اللي ياخد رشوة مقبيض والوزير اللي ياخد عموله والمراقصه مقبيض مقبيض والمسؤول اللي شغلته بس عطت الشركة الفلانة عشان يعطوني عموله ولا تذكره ولا عشان يمشي لي هالترخيص ولا ماذا شنو وبعضهم كلها يعني على تذكرة ولا ما ادري وين ولا يعطونه مجناط ولا ما ادري هذي كلهم قبيضة هذي كلها من قال ان القبيض بس هذيل وانت القبيضة اصبحت ظاهرة خطيرة منتشرة عندك ليش انتشرت عندنا العمولة والقبيضة والرشوة لان الشعب اصبح يعني نشأ وتم غرس هذه القيم فيه على مر زمان انه ما يصير تشديه الا اذا رحت حق هالطريق هذا او الاسلوب هذا او الاسلوب هذا اما تبي تاخذها بكفاءتك ما كفاءتك ما تخدم فلان بتصير نزيه وتب تخبر على هذا وتب تشتغل تفضحنه بيطقونك انزين وبيقولونك كيبا يقعد على جنب وللأسف الشديد الان احنا نرى كفاءات تمسك اجهزة معينة ايه كوزير عنده مصلحة شال هذا قال لا بس خلاص ما احنا مجددين لكيبا مشكور ايه بفلان عليه شبهات عليه ما ادري شنو نازل ببرشوت نازل يعني قاطينا من السطح قلتها فهذا للأسف اللي قاعد يشيه عندما يصبح ابو احمد الفساد عبارة عن مظومة او عبل مؤسسي فانت عندك مجاميع تعمل هنا لصالحك وتعمل هنا لصالحك وهذه تبي مجاميع على شاكلتها تحتها واتباع تحتها حتى تكتمل وحتى تحميها ايضا وتوفر لها الحماية في حال حدوث الخطأ او المخالفة او الجريمة هناك من يحميها ويطلعها ومجرد استقالة وفهم الله وغياب وغياب المحاسبة يعني للأسف الشديد هذه البعض من الشعب يعتقد ان الحل هو نذهب إلى ساحة الإرادة ونعبر عن شعورها طيب العبرة بالنتاج راحوا لساحة الإرادة ثم ماذا بعد انتخابات قادمة ليست ببعيدة عنها سنة لهاية خلنا نشوف النتاج اذا فعلا اذا ما تغيرنا احنا من الداخل ومن الدات واخترنا كفاءات ايه طبعا واخترنا النزهين واصحاب الامانة وغيرنا منظومة الخلق الاجتماعية والشعبية يعني بكل امانة تتوقع تغيير كبير في مجلس الامة القادمة اخو عادة الانتخابات تأتي بخمسين احنا نجعلاني من المجلس الحال يقولك لا يجعلاني احنا احنا اكو مجلس ما زعلنا منك كلا بزاي زعلاني منك وكباباباباك اجزين وكل مرة نزعل ونختارنا ايه لان الجيدين والنزهين اه يعني ايد واحدة ما تصفق فاحنا علينا ان ننظر في عملية تطوير هذه العملية يعني العملية الانتخابية وعمل البرلمان لان الممارسات في العمر يعني السيئة في البرلمان يعني اصبحت تسكم النفوس يعني العلاج بالقارس صار علشان ترضيت فلان وعشان كسب الصوات وعشان هذا يبيه هذا والحكومة تتبي تكسب الصوات هذه ما ينشوا اواخد وفلان هذا يقول لك الحرام والحلال والحفلات الحرام وممعيني منه ولد اخوه ولد عمه ولد واحد منه الشيص ما واخد منها السؤال فقلها يعني ممارسات واصبح من المهم بمكان ان تنشأ لجنة دائمة للانضباط او للاخلاق في المجلس تدعو لجنة انضباط ومحاسبة للنائب اي طبعا قبل المعارضة رفضت قالت شو انا نائب تحاسبني اي طبعا وليش ما يحاسب شنو يعني على راسة ريشة النائب يقولك انا نائب ومثل الشعب خلي مثلون الشعب اول خلي يؤمنون ايمان قولا ففعلا فيها وبعدين يقول شنو يعني النائب لا يحاسب كم نائب انت من المثلا ايام حتى الحراك اللي طلع ولده ببعثه واللي عين لا ما ادري وين واللي فتحوا له وفتحوا حق ربعة ادارة واللي فتحوا له وسوو له منصب واللي دزوا ملحق صحي واللي ما ادري شنو اذا كانت اذا كان هذا فكر المعارضة ليس على البرامج وانما على المصلحة الضيقة لا حسوني يعني صدقت تتوقع تعديل يعني ممكن في امل الشعب يوعى ويغير الاسماء طبعا اذا توفرت الارادة السياسية بالاساس بشكل قوي يدخل السياسة بالشعب الشعب ولا يختار الحلول لا تأتي من الشعب تأتي من القيادة واصحاب الفكرة حقا عط حكومة انت عندك الحكومة تقولك روح الصندوق وعط قيس الشطي انت اللي بتروح يا قيس الشطي لا لا انت تقصد الانتخابات ولا تقصد التعديل في الوضع الانتخابات هم الحين الشعب زعلان من المجلس طبعا البعض هل راح يغيرون نفسهم اهم اللي زعلانين راح يغيرون الاسماء ما اعتقد لكن لنفتح باب التفاؤل لانا ما اعتقد ان هناك شيء جوهري في ذهنيتنا وفي فكرنا كشعب بنات وكقواعد انتخابية من سيصوت لاجل القبيلة لان ولاءة للقبيلة قبل الدولة سيصوت ومن سيصوت لاجل المذهب لان مذهبة في الان سيصوت لان ولاءة فوق الوطن سيصوت واللي راح يصوت لان عندها حاجة ولا ما حاجة وهذا خدمها سيصوت وهكذا قد اكون مخطئ وان شاء الله يا رب ادعو ربي اني اكون مخطئ لكن ان شاء الله لان خلي باب التفاؤل مفتوح ما اعتقد انك بسط عجبت في اشعار الاستاذ العزيز حمود البغيلي ايه يعني وممكن قريتها اكثر مرة ام سأولها اتويتنت ايه صحيح يا مقربين للخبول ومبعدين للعقول يا ويلكم من غثة الدنيا ودوراتها من رزخدة على ربعة تراه مهبول مهبول ليش عجبت فيها لانها تضرب بالصميم واقعنا واقعنا ايه طبعا يعني احنا نقرب البعض من المهابيل انقرب هالمهابيل انت اش رائلة اعم اغاني اصليكنت لم وكان اكا نجوا ازين لان التردي هو طبعا يعني انت لما تاخد القصط من وراء الكلمات ومدى عمقها هو لا يقصد المعنى السطحي للكلمة أو الحرفي للكلمة هو يقصد أبعد من ذلك بكثير كلمات الأخ حمود البغيلي يعني كلمات تضرب الصميم ودائما عند معاني عميقة في هذا الموضوع وتضرب واقع حقيقي نعاني منه فعندما يكتب في مثل هذه الكلمات هذا اللي حاصل عندنا للأسف الشديد والكلمات تحمل أبعاد وأعماق أكثر من معناها الحرفي السؤال الأخير يقولون لك بكلام عنه أنت ريال اقتصادي سياسي فاهم ولك خبراتك في الاقتصاد متفائل بالفترة اللي هي نعم متفائل نعم ما تشاهد يعني ربما ليس بالبستقبل القريب لأنه أنت عندك محاربة الفساد شوف في سنة الألفين ألفين واحدة أنا كنت منتدب للجنة العليا لإصلاح المسار الاقتصادي وفريق العمل التابع لها وكان وقتها يرأسها صاحب السموين البلاد عندما كان رئيساً الوزراء مفوضاً في ذلك الوقت والتقينا بخبراء البنك الدولي وعملونا عروض لخطة إصلاح في عديد من الدول من أمريكا الجنوبية لأفريقيا لآسيا أين نجحت وأين فشلت وليش تنجح وليش تفشل من أسباب الفشل ما نعانيه نحن اليوم بالكويت وهذا أسباب تأخير الإصلاح الاقتصادي إنما الكويت ما لها إلا طريق واحد شئت أم أبيت أنك تصلح قصباً عليك وأنك تحقق التنمية المنشودة قصباً عليك وإلا أنت ككيان دولة سيكون مهدداً عقب عشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة الله أعلم دون هذا الأصلاح ودون هذا الماكم أنا ما يؤسفني إن وكأن البعض يتعامل مع الكويت وكأنه وطن مؤقت يلا لحفظ يلا ما دريش حقه ليش يبه نزين هذه العملية هي اللي الحقيقة تؤلمني في كثير منها لا يبقى الكويت قاعدة وانتوا قاعد ترددون هذا الكلام صار لكم سنين طويلة ولا زالت الكويت باقية ولا زالت أما قضية فكر ألهف وقوب هذه قضية لا تصلح لإدارة وطن ولذلك الكويت ما لها إلا طريق ليه واحد ستفرض عليك ومن الأفضل أنك أنت تتبناها وتصلح من الآن تكلفة الإصلاح بالأمس أقل من اليوم وستكون أكثر في المستقبل وأنت لازل تتمتع بفوائض مالية وعندك من العقول ما يكفي من الشرفاء والكفاءات التي تستطيع أن تحقق فيها ذلك قبل أن ندخل في تلك المشاكل ولنأخذ مما يدور من حولنا عبرة فيعني أرجو أن هذه تتم بأسرع محاربة الفساد طريق طويل لقد ننتبدأ اليوم أفضل ما ننتبدأ قادم أتمنى والله إن شاء الله إن شاء الله المحل الأقتصادي لساعد غيس الشط شاكر لك على حضورك اليوم وعلى صراحتك وجرتك في الطرح شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية برنامج دوان الملد دعو الله أن يحفظ الكويت الكويت أولن والله يصلاح الحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر